الموضوع الثاني في محاضرة الأولى في البصريات الهندسية The Refractive Index معامل الإنكسار طبعاً راح نتعرف على مجموعة من الأسس والقوانين الخاصة أو اللي تحكم البصريات الهندسية وراح تفيدنا خلال دراستنا المستقبلية أولى هذه المفاهيم هو معامل الإنكسار or the index of refraction معامل الإنكسار يعني أما يسموه Refractive Index or Index of Refraction So the Refractive Index of any optical medium معامل الإنكسار لأي وسط بصري شون نعرفه is defined as the ratio يمكن تعريفه إنه النسبة between the speed of light in vacuum النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ and the speed of light in the medium وسرعته في الوسط هذا تعريف بسيط جداً للrefractive index معامل الإنكسار هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ vacuum يعني فراغ إلى سرعته في الوسط يصاغ بشكل معادلة الرياضية N هو هذا الرمز الثابت لمعامل الإنكسار في البصريات يساوي C سرعة الضوء في الفراغ على V اللي هي سرعة الضوء في الأوساط المادية وبالتالي ما دام سرعة الضوء في الفراغ ثابتة إذن في الأوساط راح تكون سرعتها متغيرة على هذا الأساس راح تكون لكل مادة معامل الإنكسار خاص بها فمثلاً للزجاج هذه البرامترات طبعاً تحفظ لأن نحتاجها في حل كثير من المسائل وهي ثابتة إلا إذا نطت بالسؤال بشكل آخر مثلاً للزجاج ولو عندنا كثير من أنواع من الزجاج معامل الإنكسارة هو 1.52 واحد واثنين وخمسين بالمئة هاي للزجاج بشكل عام فور ووتر للماء N 1.333 فور اير للهواء N is one معامل الإنكسار الهواء واحد كأنه ما فراغ So different kinds of glass أنواع مختلفة من الزجاج لها معاملات إنكسار مختلفة The most commonly used optical glasses أكثر شي نستخدمه في علم البصريات هو الزجاج البصري And range يعني معامل الإنكسار هذا الزجاج البصري يمتد from 1.52 to 1.72 حسب نوع الزجاج The optical density الكثافة البصرية ما دام معامل الإنكسار يعتمد على سرعة الضوء في الوسط المادي إذن عندنا مصطلح آخر راح يواجهنا اللي هو The optical density الكثافة البصرية اللي هي For any transparent medium لأي وسط شفاف إذا مجر هي مقياس بمعنى الوسط اللي يكون كثافة البصرية عالية يعني معامل الإنكسارة راح يكون عالي المادة اللي كثافتها البصرية قليلة راح يكون معامل الإنكسارها قليل So a medium with relatively high refractive index وسط معامل الإنكسارة عالي is said to have high optical density يكون إليه كثافة بصرية عالية بينما one with low index بينما الوسط اللي معامل الإنكسارة قليل راح نقول أنه كثافة البصرية قليلة هذا ما يخص المعامل الإنكسار وهذا العلاقة مهمة جدا في حل المسأل الموضوع الآخر اللي عندنا laws of reflection and reflection قوانين الإنعكاس reflection يعني إنعكاس هذه المصطلحات تحفل طبعا لأن راح نحتاجها على مدى الكورس and reflection اللي هو الإنكسار هذه أيضا من الأساسيات اللي تحكم موضوع البصريات الهندسية اللي هي قوانين الإنعكاس وقوانين الإنكسار خلينا نشوف شون هذي القوانين whenever array of light is incident on the boundary separating two different media أينما شعاع من الضوء يسقط على حاجز يفصل وسطين مختلفين two different media part of the array جزء من هذا الشعاع part of the array is reflected جزء من هذا الشعاع is reflected back يعني شنو؟ يعني العكس راجعا من العكس إلى نفس الجهة اللي يجع من عندها into the first medium إلى الوسط الأول إذن جزء من الشعاع الساقط راح ينعكس راجعا إلى نفس الوسط and the reminder المتبقي is reflected المتبقي من هذا الشعاع الساقط راح ينكسر or bent in its path ينحرف في مساره ينحرف في مساره as it enters a second medium عندما يدخل وسط آخر إذن نفتهم من هذا الكلام أن الضوء انتقل بين وسطين مختلفين في معامل الانكسار وإلا لو مساوين إذن كأنما انتقل في وسط واحد ما راح يصير هذا الحال إذن لازم أكو different medium c figure one اللاحظ الشكل قبل ما تكمل هذا الشكل i يعني incident شعاع الساقط incident ray بزاوية معينة phi n هو العمود على زاوية السقوط و r اللي هو راجع إلى نفس الوسط اللي هو reflected ray شعاع المنعكس عندك n معامل انكسار الوسط الأول n prime معامل انكسار الوسط الثاني عندك المتبقي من الشعاع الساقط جزء من العكس المتبقي هو refrected ray اللي هو الشعاع المنكسر وأحيانا يسمون نافذ t transmitted الشعاع النافذ أي هي نقطة السقوط أو اللي نقطة اللي صار بها سقوط الشعاع على الحد الفاصل اللي هو m و m prime فهذا يلخص لك الأجزاء اللي راح ينفصل بها الشعاع الساقط خلال انتقاله بين وسطين مختلفين في معامل انكسار الأول معامل انكسار n والثاني معامل انكسار n prime the directions taken by these rays الاتجاهات المأخوذة بواسطة هذه الأشعة can best be desecried by two well established laws of nature بالإمكان أن نصفها باستخدام قانونين من قوانين الطبيعة according to the simplest of these laws استنادا إلى أبسط هذه القوانين الزاوية التي الشعاع الساقط يصدم بها الحد الفاصل انترفيس يعني الحد الفاصل بين الوسطين الباوندري هو نفسه m m prime هذه زاوية السقوط يعني بشكل آخر is exactly equal to the angle of reflected ray هي مساوية للزاوية أو لزاوية الشعاع المنعكس يعني زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس هذه أبسط صيغة لهذا القانون اللي هو قانون للانعكاس makes with the same interface والذي تصنع مع نفس الحد التداخل so instead of measuring the angle of incidence بدل ما نقيز زاوية السقوط and the angle of reflection وزاوية الانعكاس from the interface من الحاجز أو الحد m prime m m prime it is customary to measure both from common line من الأفضل أن ننقيسهم مع بعض من خلال خط مشترك perpendicular to this surface عمودي على هذا الحاجز this line is n n prime in the diagram and is called the normal يسمى العمود يقيسوها بالنسبة للعمود المقام يقيسون زاوية السقوط بالنسبة للعمود المقام n n prime وكذلك زاوية الانعكاس أيضا يقيسوها بالنسبة لها طبعا إحنا هو أصلا نص القانون أن زاوية السقوط تساوي زاوية العكاس فوحدة من عندهم القيسة إذن هي مساوية للثانية this line n n prime in the diagram is called the normal as the angle of incidence phi increases عندما تزداد زاوية السقوط incidence يعني السقوط increases تزداد the angle of reflection also increases راح تزيد by exactly the same amount يعني بالضبط بنفس المقدار so that for all angles of incidence بالتالي لجميع زاوية السقوط قانون العكاس شنو لعدنا angle of incidence زاوية السقوط تساوي angle of reflection زاوية العكاس هذا المعادلة مأشر عليها بهذه العلامة النجمة زين a second and equally important part of this law القانون المهم الآخر stipulated that ينص على that the reflected ray الشعاع المنعكس lies in the plane of incidence يقع في مستوى السقوط is defined as the plane or the plane containing the incident ray and the normal إذن مستوى السقوط هو المستوى الذي يحتوي الشعاع الساقط والعمود in other words بكلمات أخرى the incident ray الشعاع الساقط the normal العمود and the reflected ray والشعاع المنعكس all lie جميعها تقع in the same plane في نفس المستوى which is perpendicular to the interface والذي يكون عموديا على الحد الفاصل of the two media للوسطين the second law is concerned with the incident and the reflected ray of law القانون الآخر هاي قوانين العكاس خلصنا من عدة انه زاوية السقوط يساوي زاوية النعكاس والفرع الثاني انه الشعاع الساقط والعمود والشعاع المنعكس جميعها تقع في مستوى السقوط اللي قلنا هو المستوى الذي يحتوي جميع هذه العناصر الثلاثة زيان الجزء الآخر هاي خلصنا من الشعاع المنعكس هسا نجي عندنا جزء آخر من الضوء اللي هو الشعاع المنكسر the second law is concerned with the incident and reflected rays of light يتعامل أو يركز مع الشعاع الساقط والشعاع أو الأشعة المنكسرة للضوء and it states that وينص على the sign of the angle of incidence جيب زاوية السقوط and the sign of the angle of refraction وجيب زاوية الانكسار بير أكونستانت رشيا تمثلان نسبة ثابتة one to other واحدا إلى الآخر for all angles of incidence لجميع زوايا السقوط بمعنى آخر جيب زاوية السقوط sign phi على جيب زاوية الانكسار sign phi prime يساوي كونستانت كمية ثابتة راح نعرف راح نعرف إش قد هذه الكمية and on the opposite and on the opposite side of the normal وعلى الجانب المقابل من العمود this relationship هذه العلاقة بين الانكسار والسقوط experimentally established by SNIL ثبتت تجريبيا بواسطة العالم SNIL وتعرف بقانون SNIL in addition بالإضافة لذلك وجد أن هذا الثابت is found to have exactly the ratio of refractive indices of the two media نفسه يساوي النسب بين معاملات انكسار الوسطين بالتالي راح تظهر عندنا الصيغة الشهيرة لقانون SNIL هذه المعادلة جدا مهمة معامل انكسار الوسط الأول n في جيب زاوية السقوط sign phi يساوي معامل انكسار الوسط الثاني n في جيب زاوية الانكسار sign phi هذا هو قانون SNIL معادلة رقم ثلاثة يربط بين معامل الانكسار الوسط الأول وزاوية السقوط ومعامل الانكسار الوسط الثاني وزاوية الانكسار أو زاوية النفاذ نفسه يمكن تعريفه أن معامل الانكسار الوسط الأول هو c على v n معامل الانكسار الوسط الثاني هو أيضا c على v سرعة الضوء في الوسط الثاني وسرعة الضوء هي ثابتة هذه مقدارها بالإمكان تقريبها إلى 3 في 10 وزاوية متر بالثاني v v v هي سرعة الضوء في الوسط ين فبالتالي نعوض بدل معاملات الانكسار بدلالة السرع سرع الضوء سنحصل على قانون سنيل بشكل آخر سين فاي على سين فاي برايم يساوي v على v برايم هذا تربط بين زاوية السقوط وزاوية الانكسار بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني